موسيقى إذن هذا خبرنا ورح ننتقل مباشرة لرباوة في فقرة التغذية صباح صباح خير أهلاً كيفك تمام تمام كيفكم أهلاً أهلاً تمام تمام أهلاً وسهلاً فيك كيفك ماء؟ تمام الحمد لله اليوم ربما بنحكي عن نوعين من الفواكل الكثير زكين خصوصاً نحن نتحدث عن القشطة القشطة جميلة جميلة ونحن نتحدث عن الجوافة سؤالنا الأول إليك أكثر عن الجوافة ما فائدتها؟ الجوافة مظلومة لأنه هناك الكثير من الناس يقول لك أنا معي إمساك فما بيأخذ جوافة لكنه عكس تماماً الجوافة أول شيء تعتبر من أغنى الفواكه بكمية الألياف تقريباً الحبة فيها 6 جرام من الألياف الآن نحن نحاول نوصل إلى 25 جرام من الألياف يومياً فحبة الجوافة توصل إلى 6 جرام ألياف ومقارنة بالفواكه الثاني إذا نحكي تفاح ونجاص الحبة فيها 3 جرام ألياف فيعتبر عنا ضعف وفيها الألياف الذائبة اللي هي مفيدة جداً لمرضى السكري ومرضى اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول بالضبط بالضبط لأن الألياف اللي فيها الألياف الذائبة هي كتير مهمة لخفض نسبة السكر في الدم أو أنه تمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كتير عالي ومهمة كمان للتقليل من الكوليسترول كتير حلو في عنا كمان فيتامين كتير مهم موجود بالجوافة اللي هو فيتامين سي واللي ما بعرف الجوافة تعتبر أعلى في فيتامين سي مقارنة بالبردآن بثلاثة أضعاف يعني احنا تقريباً احتياجاتنا من فيتامين كتير مصدومة كتير نحن فيتامين سي مقارنة بالبردآن بردآن مع أنه في كتير أشياء أعلى فيها يعني في عنا الفليفلة أعلى الجوافة أعلى طبعاً بيختلف حسب نضجها يعني كلما نضجت أكتر كلما كانت مستوية حتى الألياف شوي بتقل فيها يعني إحنا إذا كناها شوي خضرة أو يدوب مستوية أحسن مع أنه هي لمشكلتها أنا بتنضج بسرعة يعني تقريباً صلاحيتها من ثلاثة لثمانة أيام بعدين خلاص بتحسيها أنه فقدت الملمس ناكلها نحن عائلاتنا ما تخاف ما بضع فيتامين سي زي ما حكينا تقريباً الاحتياجات تسعين ملي جرام للرجال وخمسة وسبعين ملي جرام للسيدات الجوافة فيها فيتامين سي بتوصل مرات لميتين ملي جرام حسب النوع وحسب الموسم يعني فيه أنواع بتكون فيها أقل بس فيه أنواع عشان هيك عم نحكي مرات بتكون من ثلاثة إلى ست أضعاف البردآن بيختلفها حسب التربة بما أنه هلأ كمان ربع فواكه موسمية هي هلأ موسمها لأنها غنية كتير بفايتامين سي قدش مساعدنا أن نرفع عاملها يعني والله هالجوافة عارفة مظلومة مظلومة لا فيه لسه فيه معلومات تانية عن الجوافة يعني أعينها ملكة الفواكه بلا في قولة بعدين اسمي هلأ لأنه فيتامين سي كتير مهم بفصل الشتاء عشان موضوع المناعة بتعرف إحنا فيتامين سي مهم للبشرة مهم لتقوية الجهاز المناعي فيه عندنا مادة اللايكوبين من المواد المضادة الأكسادة وهي عالية جدا في البندورة خاصة البندورة المطبوخة ولكن كمان الجوافة بتكون مرات أنواعها لحسب طبعا نوعها مرات بتكون نفس كمية البندورة أو مرات ضعفها طبعا اللايكوبين مهم جدا لكل أشخاص اللي يعانوا من أمراض قلب وكمان مهم جدا للتقليل من بعض أنواع السرطانات خاصة سرطان البرستات نحن نورجل قيمة الغذائية للجوافة سريعا عشان ننتقل للأشتاق بالضبط، هناك تقريبا عن الحبة اللي هي 100 جرام تقريبا فيها 70 سعرة حرارية السكر فيها تقريبا 10 جرام طبعا نحن نتحدث عن السكر الفراكتوز و السكر الفواكه الموجود فيها ألياف 6.5 جرام من الألياف يعني لكل الأشخاص اللي يعانوا من إمساك يعانوا من مشاكل في القولون كثير مهم يتناولوا الجوافة وفينا فيتامين سي تقريبا 274 ميلي جرام من فيتامين سي ترى إحنا الإحتياجات 75 للسيدات والرجال 90 فعشان نحن نحكي فيتامين سي يعني هاي من الفواكه الكثير مهمة هلا للتقوية وإحنا هون الجهاز المناعي نحن نحكي عن الحبة فيها هلأدة كمية فيتامين سي بالضبط والفيتامين سي والألياف كثير موجودين بالأشرة الخارجية طبعا الحبوب الموجودة فيها في ناس ما بيحبوها ولكن كلها فائدة وهاي مهمة جدا للأشخاص اللي عندهم إمساك مفيدة للناس اللي عندهم وحدة ما بحس حاله حاله بكون الجوافة معهم عصير الجوافة قدي مهم كمان صبعا فلأ يعني مظلومة كتير حتى كتير مرات أنا بالعيادة بنصدم فيه ناس بقولولي لا الفواك الجوافة ما بحب تعمل لي إمساك معنه هو عكس تماما عكس تماما ومفيدة جدا لمرضى السكري مصموح لهم من حصين لثلاثة فبقدروا يتناولوا فيها طبعا يلا للإشطاء طبعا لدينا فاكهة الإشطاء الإشطاء كل الناس فكروها إشطاء وربطوها بإشطاء الحليب معنه ما إلهاج دخل يعني هي قليلة جدا بالسعرات الحرارية غنية جدا بالألياف بتغلب شوي بأكلها للي ما عمره أكل الإشطاء من جوا طبعا فيها حبوب كتير هاي اللي ما بتتاكل إحنا بدنا فقط اللوب فإذا ما ندخل فيها بالتفصيل للسعرات الحرارية والقيمة الغذائية طبعا فيها ألياف فيها فيها فيتامين سي فيها نسبة عالية من البوتاسيوم فهي مفيدة جدا للأشخاص اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم زي الموز يعني تقريبا نفس كمية البوتاسيوم الموجودة في الموز فهي مهمة وبرضو للأشخاص اللي عندهم مشاكل كلا بدوا ينتبهوا إنه يقللوا منها ولكن دايما إحنا اللي عندهم مشاكل كلا من نقلل شوي من البوتاسيوم صح هلا ندخل بالقيمة الغذائية لإلها عنا سعرات الحرارية 75 سعرات حرارية فما بتخوى في ماء لها دخل بالإشطاء برضو للحب الواحدة الميت جرام تقريبا الميت جرام بدون بزر يعني أنت لما تاخد كمية بتطلع حبة لأنه مرات ممكن تأكل حبتين أو إذا صغار عشان توصل للميت جرام تمام في عنا 12 جرام من السكريات فهي عالية بالسكر المفيد طبعا الألياف 3 جرام فهذا اللي عم حكيته على الفرق بين الفواكه الثانية مقارنة بالجوافة بالجوافة الجوافة كتير أعلى بالألياف وفيها تقريبا 12 ميلي جرام من فيتامين سي فيها منغنيس كمان من المعادل المهمة جدا واللي كمان بيميزها إنها شوي غنية بالحديد مقارنة بالفواكه الثانية يعني هي تقريبا فيها 2 ميلي جرام من الحديد إحنا احتياجاتنا بتوصل لـ 8 ميلي جرام للرجال وتقريبا سيدات 18 يعني كفواكه ومصدر حديد يعتبر منيح للأشخاص اللي بدوروا على مصادر الحديد من الفواكه والمصادر النباتية فهذا أكتر إشي بيميزها إحنا قلنا البوتاسيوم المنغنيس فيها نسبة من الكبر والحديد والألياف وفيتامين سي أكيد مش زي الجوافة ولكن فيها فيتامين سي بس ما بتخوف ما فيها دهون لكل الناس اللي بخافة ومفيدة كمان يعني مفيدة جدا هي كمان فواكه موسمة هلأ موسمها يعني مرات بكون أسعارها بتختلفها حسب المكان بس يعني ممكن تكون مقتدرة لمعظم الأشخاص أنه إذا يتناولوا بس اللي مش قادر يشتري الإشتاء أكيد جوافة بتغري جوافة بتكفي وتوفي أكيد من ناحية القيمة الغذائية هل يغطيك ألف حافظ يا ربا شكرا هيتام أهلاً 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 فيك ربا